أول سؤال بيقول يا مولانا أنا نفسيا متنمرة أعمل إيه السؤال ده مهم على قدر ما هو سؤال صغير لكن المهم جدا 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 أنا أقول لحضرتك تلات حاجات تعمليهم والتلات حاجات دولة لازم نعملهم ما ينقص منهم واحدة أول حاجة لازم حضرتك تغيري برنامج يومك لما فكرين لما حديث رسول الله سلم لما رسول الله سلم قال له أرشد الإنسان لما بيغضب والغضب ده أمر نفساني فرسول الله سلم أمر الشخص أنه يغير من مكانه فإذا كان قاعدا فليقف وإذا كان واقفا فليقعد وإذا كان سائرا فليقف وإذا كان واقفا فليسر يعني إيه يعني أنت لازم تغير وضعك فأخذنا من ده إحنا لازم نقرأ سنة رسول الله سلم بشيء من الاستبصار وشيء من اتساعد لالتها فكأن رسول الله سلم قال أن أحد أهم الأشياء التي نتعامل بها مع أنفسنا لما يكون في حالة من حالة عدم الاتزان هو التغيير لأن طول ما أنت ماشي في نفس الوضع اللي أنت فيه الطيار الشعوري والطيار النفساني بيزداد يبقى إحنا نعمل إيه في الحالة دي لما نجي نتعامل مع ده نغير من برنامجنا اليومي يعني إيه نغير من برنامجنا اليومي يعني تلات حاجات أول حاجة نضيف في البرنامج أشياء ما كانتش موجودة فيه ويتكون أشياء مبهجة الحاجة التانية نغير من البرنامج اليومي أشياء نحب أن احنا نحققها أشياء جميلة وأشياء فيها نجاح وأشياء فيها خير وأشياء فيها مزيد من الأمل ومزيد من الفتح في المستقبل الحاجة التالتة أنه كمان أزود فيه إيه أزود الأشياء أغير تبتيب الأشياء وأضيق الوقت اللي فيه الفراغ وأضيق الوقت اللي فيه الأمور اللي بتخليني أدخل في الحالة النفسية المشمناسبة اللي هي حالة عدم الاتزان يبقى ده أول حاجة غيرت بلنامج اليوم تاني حاجة أن أنا لابد أنا أزيد من ذكري لله لابد أن أنا أزيد من ذكري لله وأنا بنصح في الأحوال اللي زي دي أن الإنسان على الأقل يقول 129 مرة يا رطيف وبنصح كمان أنه كمان يصلي كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة الصلاة التفرجية اللي هي الله مصلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجهه الكريم وعلى آله تالت حاجة وده شيء مهم جدا 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 هو التداوي بدل وصلنا إلى الكلام اللي حديث بتقوليه دوات نفسيا متدمرة يبقى أنا محتاج دواء ولازم يكون الدواء تحت إشراف طبيب معملش كده من نفسي لا أخذ الأدوية من نفسي ولا أوقف الأدوية من نفسي طب الأدوية ليها أثار علي أيوة صح لإن إحنا بيحصل لنا تغير زي ما حصل لنا بسبب الاتراب ده وبسبب عدم الاتزان ده خلل في كيميا المخ لما بناخد الدواء ده وتعبال ما الأمر ده ياخد وقت يبقى إيه لازم نتداوي ونصبر على التداوي ده عشان نقدر تتغير حالتنا وإن شاء الله ما فيش حاجة اسمها أنا متدمرها ما فيش الكلام ده ما فيش حد ما فيش حد بيتدمر إحنا عندنا مولانا اللطيف فنعمل الثلاث حاجات دولة نغير بالنمجنا اليومي نكسر من الزكر نتداوي إن شاء الله كل حاجات تكون زي الفل ونسأل الله أن يجمع لك ما بين تمام الأجر والعافية وإن شاء الله ربنا يوسع عليك ويفتح عليك وإن شاء الله يشفيك ويمسح على قلبك بيمينه الشافع إن شاء الله وتهدأ نفسك وتكون في أحسن حال